اشتركوا في القناة وفي الحفل الذي يقيم بهذه المناسبة ألقى سعادة السيد سامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية كلمة نقل فيها تحيات وتقدير جلالة الملك المعظم واشدد على أن هذا الحضور يؤكد متانة العلاقات البحرينية المصرية التي هي نموذج يحتذا به ووصلت إلى مستويات متقدمة على الأصعدة كافة وأضاف العصفور أن العالم اليوم تسود التحديات والنزاعات ونشر الأفكار المتطرفة بين الشعوب فهناك يد تسعى دائما إلى نشر مفاهيم التطرف والكراهية والعنف وهناك يد في الجنب الآخر تسعى جاهدة إلى نشر مفاهيم الخير والسلام والتعايش بين الأديان والمذاهب وهي يد جلالة الملك المعظم الخيرة والممدودة دائما إلى العالم أجمع دون استثناء من أجل صالح البشرية وتنميتها وبين سعدته أن هذه الوثيقة التي تحترم حقوق الإنسان وتدعو للحوار والتعايش ركزت على جانب في غاية الأهمية وهو أن الجهل أعدو السلام ويجب محاربته حتى نستطيع أن ننشر المفاهيم الحقيقية للسلام والتعايش ونبد الكراهية والطائفية من جانبه قال السيد عمر موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية قال إن البحرين عرفت منذ القدم بأنها بلد مضياف متسامح منفتح وكتب التاريخ مليئة بسرد ومديح لما يتمتع به أهل البحرين من عادات عربية تليدا مؤكدا أن المجتمع البحريني نهل من هذا الموروث جيلا بعد جيل وارتكز عليه في البناء الثقافي الذي أصبح جزءا مهما من القوة الناعمة الخليجية والعربية ونرى اليوم جانبا منها عبر إعلان مملكة البحرين في القاهرة بدوره قال سعدة السيد تقي البحرين وهو أول سفير بحريني في جمهورية مصر العربية إنما تعيشه مملكة البحرين من نهضة تنموية شاملة أسس لها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الذي وضع لبنات التطور والنهضة على كافة الأصعدة ومع هذه النهضة التي تعيشها المملكة هناك جوانب لم تغفل عنها المسيرة التنموية بل ركزت وشملت على القيم السامية والمبادئ والأسس الإنسانية التي تعبر عن فكري وفلسفة ورؤية جلالة الملك المعظم التي ترسخ قيم السلام والتعايش رسالة إنسانية تجسد الفكر النير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وثيقة إعلان مملكة البحرين دشنت في عاصمة الجمهورية المصرية القاهرة لتؤكد عمق العلاقة والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين وخصوصا في ملف التعايش السلمي حيث تمسكت وثيقة إعلان مملكة البحرين بمبادئها الخمس لتنقلها إلى شتى بقاع العالم أحيي نفس الأفكار اللي جاي بيها اللي هو الإعلان القائم على أفكار التضامن والتعاون والتسامع لما البحرين بتقدم هذه المبادرات وتبعد بهذا الوفد الكبير إلى القاهرة ومعها الأفكار اللي تقوم عليها المبادرة ده في حد ذاته شيء إيجابي الوثيقة حاليا بترسخ وبتؤكد وبتعمق هذا المعنى وهذا التعايش وهذه الأخوة وبتزيدها قوة طبعا هذه الوثيقة بتؤكد عصرية مملكة البحرين وبتواكب العصر الحديث في كل نواحيه قد إيه جلالة الملك بيهتم جدا بالإنسان لأنه لو ما حققناش التعايش السلمي بين البشر ده هيكون له مردود كبير جدا على العلاقات بين الدول بين العلاقات بين أفراد الشعوب وبعضها البعض وبالتالي أنا شايفة أنه فكرة متقدم جدا فكرة متطور جدا وفكرة عالمي تدشين وثيقة إعلان مملكة البحرين في العاصمة المصرية القاهرة يعكس التعاون الثابت والعلاقة الخاصة المميزة التي تترجم التكامل بين البلدين والمكانة التاريخية المرموقة للحضارتين أوجه التحية لمملكة البحرين والجلالة الملك على هذه الجهود وعلى هذا الفكر المستنير الذي يبين ويوضح حقيقة الإسلام علان مملكة البحرين من القاهرة بيعكس قد إيه الروح الجميلة وقد إيه القيادة الحكيمة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الملك المعظم ربنا يحفظه ويرعاه ده بعزز العلاقة ما بين البحرين وما بين مصر لأنها نفس الروح يعني ما نقرأه من الوثيقة ومن مجمل سلوك مملكة البحرين أن هناك جهد للتحول والتعزيز فكرة التعايش في المنطقة العربية في فترة هي الحقيقة فترة أصبحت تعايش فيها مشكلة حقيقية مملكة البحرين تسير على خط واضح لتحقيق السلام سلام وتعايش بين الجميع في شتى بقاع العالم بإيمان الناصع يضيء هذا الطريق من واجبنا أن نتعلم ونتشارك ونحيا معا في ظل عقيدة الإيمان بروح من الاحترام المتبادل والمحبة بهذه الكلمات خطة أولى أسطوري وثيقة إعلان مملكة البحرين من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتجمع بسلام كل من على هذه الأرض اليوم في جمهورية مصر العربية الشقيقة أم الدنيا شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكرا للمشاهدة